نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مدسنا إلى الدنى وغيوث رحمته أسال نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مدسنا إلى الدنى وغيوث رحمته أسال حديثنا اليوم عن امرأة هي سيدة نساء المؤمنين وهي سيدة العالمين وهي أفضل نساء أهل الجنة حديثنا عن امرأة كانت أوسط قريش نسب وأكثرهم مالا وشرفا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كفر به الناس وصدقته إذ كذبه الناس وواسته بمالها إذ حرمه الناس بشرها الله عز وجل على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بلد لم يزل محرما وبيت لم يزل معظما ومنذ أن سكنه إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام أخذ الناس يفدون إليه على القرب والبعد من كل فج عميق يتعاقبون على تعظيمه وتشريفه ولا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين كاشفي رؤوسهم متجردين من لباس أهل الدنيا وصنف من هؤلاء المعظمين سعداء أكرمهم الله تعالى بشرف الجوار وقربهم إلى منازل الرفعة والفخار فهم بين تعظيم للمكان وإكرام للإنسان ومع هؤلاء المجاورين الكرام نطوف في هذه الحلقات في هذا الموسم الثاني من مواسم المعظمين نقطف من غراس سيرهم ونستضل في دوح شمائلهم ونتجول في أفنان تعظيمهم وحسن جوارهم بمكة كم حل الكرام الأماجد وهذه الجبال الراسيات شواهد وطاف ببيت الله منذ بنائه حجيج وكم سيقت إليه قلائد وكم من نبي طاف بالبيت خاشعا وقد رفعت لله منه المحامد وكم ضج بالتكبير والذكر والدعاء وكم خر للأذقان لله ساجد يسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الباحوث وأخي فضيلة الشيخ فخر الدين الزبير الضيفين العزيزين الدائمين في هذا البرنامج أهلا ومرحبا بكما جميعا فضل المشاهد أيها الأحبة حديثنا في هذه الليلة المباركة الندية كما ذكرنا في المقدمة حديث عن امرأة ليست كالنساء حازت أطراف المجد وسمت في معالي الفخار حديثنا عن خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها عندما نتحدث عن خديجة فإننا نتحدث عن أولوية الشرف والطهر والعفاف امرأة لا يولد مثلها وكريمة سنى ذكرها رضي الله تعالى عنها وارضاها هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أولى زوجاته وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها هذه المرأة التي إذا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حن لذكرها وإذا سمع شيئا أو رأى شيئا يذكره بأيامها رقى لذلك ويجد الناس له رقة هذا الحديث فضيلة الشيخ فخر الدين وفضيلة الشيخ يوسف حديث لا يمل والكلام في هذه الليلة المباركة عن هذه المرأة المباركة عن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها حديث كذلك عطر يتضوع في هذا المجلس المبارك لو بدأنا بالنشأة وبدأنا بالسيرة الذاتية لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها لعلنا نطوف ونأخذ من كما يقال من القلادة من القلادة ما أحاط بالعنق وإلا في الغراس كثيرة والجواهر متناثرة ولا ندري بأيها نبدأ فأترك الحديث لكم حقيقة لنعبق من هذه الشمائل ونذكر بعض هذه السير التي تسمت بها رضي الله تعالى عنها وارضاها بالفضل الدكتور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات وأرحب بأخوي أستاذين دكتورين الجليلين حينما نتحدث عن خديجة رضي الله عنها وارضاها فإننا نتحدث عن امرأة من أعظم نساء هذه الأمة بل هي أولى نساء التي وصفنا بالكمال ووصفنا بالسيادة فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن خديجة قال خير نسائها خديجة بنت خويلد ثم أشار إلى نساء السابقات فقال خير نسائها مريم بنت عمران بل جاء في المسند وفي المستدرك والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط أربعة خطوط ثم قال أفضل النساء أربع أو أفضل نساء أهل الجنة أربع بهذه الخطوط الأربع والحديث عن ابن عباس فذكر خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاهم وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهم جميعا فلذلك النشأة لا شك أنها ستكون نشأة قائمة بهذه الصناعة الربانية التي هيئت لأن تكون المحضن للرسالة فامرأة حضنت الرسالة وواسط النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به وصدقته وكانت لها تلك المواقف العظيمة لا بد أن تكون نشأتها على وزان هذه الحياة الخالدة سبحان الله أيضا إذا نظرنا إلى اختيار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم نجد أنه اختيار واصطفاء عجيب فاختار له من النساء أكمل النساء خديجة واختار له من الأصحاب أفضل الأصحاب ثم جعل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأبا بكر سنداه عليه الصلاة والسلام في مبدأ الرسالة فأول من آمن به من النساء كانت خديجة وأول من آمن به من الرجال أو بكر رضي الله تعالى عنه وعنها شيخ يوسف قضية عندما تذكر خديجة تذكر الأولوية والشرف بل نجد سبحان الله أن الصفات الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المرأة تنكح المرأة لجمالها ولنسبها ولمالها ولدينها كلها موجودة في خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاها لو توقفنا عند هذه الأفضلية وهذا الشرف وهذا الكمال الذي قد قطعت فيه شوطا رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكانت حديثا لأهل مكة حتى أنهم تقدموا لخطبتها لكن الله عز وجل اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لها الحقيقة أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي رمز للعفة والقيم والأخلاق ورمز للمؤمنات وأم المؤمنين رضي الله عنها كم لها من شرف وكمال في اختيار واصطفاء الله تبارك وتعالى لها ولا حقيقة يعني إذا ذكرنا ذلك نذكر أنها هي التي واسة النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب مواقفه عليه الصلاة والسلام بدءا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحين الدقائق أو الساعات الأولى أو الأيام الأولى من نزول القرآن الكريم وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤازره بقولها وفعلها وموقفها العظيم الذي يخلد إلى قيام الساعة ولا أدل على ذلك من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما لها حتى بعد مماتها عليه الصلاة والسلام حتى بعد مماتها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها حتى غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من هذا الذكر وهذا الاحترام والتقدير حتى بعد مماتها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق لصوح حبات خديجة رضي الله عنها رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة جزاك الله خير شخص طبعا نحن عندما نتكلم عن خديجة فإن نتكلم عن امرأة كانت موجودة في الجاهلية وكانت تتمتع بهذا الصفات وهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جده الخامس فهي خديجة بن تخويلد بن عبد العزة بن أسد بن قصي نعم فكل هي أقرب زوجاته إليه نسبا عليه الصلاة والسلام الحقيقة إذا وجدت في خديجة رضي الله عنها وجدت القيم وجدت الأخلاق وجدت القدوة يعني مهما بحثت في خديجة رضي الله عنها تجد جوانب مشرقة في جميع حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الطهر العفاف تجد فيها رضي الله عنها يعني الاتكال على النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة لما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانت تتكل عليهم أوتيت مالا ومع ذلك لم تطغى به ولم يؤثر على أخلاقها وتعاملها مع الزوج نعم عندما نتكلم عن خديجة فإن نتكلم عن امرأة شريفة القدر والنسب والجاه والمال يعني كانت ثرية وكان كذلك أباؤها وأجدادها فكانت من أهل بيت تجار مادري شيخ فخر الدين الزبير لو تكلمنا عن قضية بداية تعرف خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان زواجه منها والسن طبعا هي تكبره بخمس عشرة سنة لكن تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه الشخصية العظيمة التي ينبغى أن تكون قدوة لكل نساء المؤمنين لو رأينا هذه البدايات الأولى في هذا الشرف العظيم عندما اقترنت بالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا شك كما ذكرتم الأصل كما قال الله عز وجل الطيبون للطيبات فلذلك كل إنسان في مهما كان مكانه أو مهما كان زمانه هو يبحث عن الأفضل وميزان التفاوض بين الناس معلوم وأكثر الناس يتفقون في الجوانب التي هي من جلائل أو مقامات الإنسانية الفطرية فلذلك لما يسمع الرجل أنه هو الصادق الأمين ويسمع الرجل أنه أوتي من العقل والحكمة وأنه اجتنب مواطن الفحش والشرك والظلم والبغي فلا شك أن النفوس ستتعلق به ولذلك جميع أهل مكة كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم كانوا يعرفون أنه هو أفضلهم فلذلك سمعت به خديجة رضي الله عنها وهي صاحبة المال والحسب والجاه فأرسلت إليه لخطبتي وهذا الأمر طبعا يجرنا إلى حكم الشرعي وهو قضية عرض المرأة نفسها والأصل في ذلك الجواز مدام أنها وجدت في هذا الرجل من الكمالات ومن الأوصاف التي لا يمكن تضيعها أو تفيتها فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم له هذا العرض فعافق عليه والقصص في ذلك مشهورة لكن أصل المبدأ هذا كما قلنا هي تهيئة لإحتضان هذه الرسالة وكما قال الله عز وجل عن موسى واصطناعتك لنفسه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صنع بهذه الصناعة الربانية وهيئت له هذه الأحوال من الناس ومن كذلك عموم الحالة التي كانت في مكة ليصل إلى هذه الرسالة وهو قد اكتمل ممن حوله كما قال الله عز وجل هو الذي أعيذك بنصره وبالمؤمنين وإلا بحبل من الله وحبل من الناس فكان من أعظم هؤلاء الناس هذه المرأة الصالحة التي خلد الله عز وجل ذكرها ورفع قدرها نعم وكما بدأنا نحن في بداية الحديث نحن نتكلم عن أي جوهرة نلقط في هذا الكنز الثري المليء بالدروس والعبار والمواقف يكفي أنك إذا ذكرت خديجة القلوب كله يعني المسلمون على كل يعني لا أعلم أن أحدا أجمعت عليه قلوب أهل القبلة كلهم كلهم كخديجة رضي الله تعالى عنه ورضاه لا تذكر كإبراهيم عليه السلام إذا ذكر فإن أهل الملل كل أهل الملل يجمعون على مكانته وشرفه وقدره وكذلك خديجة رضي الله تعالى عنه ورضاه الحديث عن خديجة عن أمنا هذه المرأة العظيمة وهذه الأم الرحيمة حديث طويل لكننا نتوقف عن هذا الحديث لفاصل ثم نعود لاستكماله ونبدأ بعد ذلك بحديثنا عن هذه المرأة المباركة في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وولدها ومواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك بعد الفاصل من أرض ماكة مشرقان كالكون زينه الهلان من أرض ماكة مشرقان كالكون زينه الهلان لازمنا في حديثنا عن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها وإذا ذكرت خديجة فإن الطهرة يذكر معها فهي الطاهرة حسا ومعنى وقد لقبت بالطهر في الجاهلية فكانت تعرف عندهم بالطاهرة وطهرها المعنوي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فقال هذه خديجة قد أتتك ومعها إداوة فيها إدام أو شيء فإذا أتتك فأقرئها من الله السلام وأقرئها مني السلام وبشرها بالجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وقد ذكر السهيلي عندما ذكر هذا الحديث الوجه المقارنة بين البيت الذي أعد الله لها في الجنة والجزاء الذي كان لها وهي أنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولما آمن لم تراجعه بل كانت سندا له ومعينا ونصيرا طوال حياتها رضي الله تعالى عنها ورضاها عندما نتحدث يا شيخ فخر الدين الزبير عن هذه المرأة فإننا نتحدث عن الأفضلية وأنت قد ذكرت في البداية هذه الأفضلية هل هناك ما يحوم حول قضية هذه الأفضلية وهذا الشرف لأننا عندما نجد هي جمعت بين الأمرين هي أفضل نساء الدنيا وأفضل نساء أهل الجنة وكانت أشرف نساء الجاهلية يعني شرف ما بعده شرف هو لا شك في هذه الفضائل المتكاثرة المتواترة عنها رضي الله عنها ورضاها لكن هنا قاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام وهي من القواعد التي تجمع بها النصوص قال في مسائل التفضيل الأصل التفصيل فيفصل في ذلك يعني ليجمع بين النصوص فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها يعني النساء السابقات مريم بن تعمران وخير نسائها يعني نساء هذه الأمة خديجة بن تخويلد وكذلك لو جينا لننظر في الأحاديث بينها وبين عائشة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كمول من النساء خديجة بن تخويلد ومريم بن تعمران وآسيا بن تمزاحم ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فهنا قد يظهر نوع تعارض بين تفضيل عائشة رضي الله عنها وبين تفضيل خديجة لذلك أيضا يفصل فيقال أفضل النساء في بداية الرسالة وتحملها ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم والمصابرة في ذلك والمجاهدة هي خديجة لا شك في ذلك وأفضل نسائه في نشر سنته وهديه وعلمه وتحمل هذا العلم والحديث هي عائشة رضي الله عنها لأنها تعتبر من المكثرات من الرواية فبهذا يكون لكل فضل فيجمع بين النصوص في ذلك وتبقى لا شك الفضيلة الجامعة لخديجة رضي الله عنها في جوانب أخرى لأن لو ركزنا قليلا أو حاولنا استنباط بعض الأسرار لماذا جمع بين هؤلاء النسوة الأربع يعني خديجة ومريم وآسيا وفاطمة في رواية ثم عائشة في رواية أخرى لماذا؟ لأن كل واحدة تميزت بشيء وبمجموع هذه الخصال والخصائص الجلائل تكتمل النساء فيأخذ تأخذ المرأة في حياتها من كل امرأة جانبة وإن كانت كل واحدة جامعة للجوانب الأخرى فمن مريم الطهر والعفاف والصيانة رضي الله عنها والكل يشتركون في هذا لكن هذا الجانب الذي أبرزه ومن آسيا الصبر والمصابرة والتضحية والزهد يعني كانت عند ملك أكبر ملوك الأرض لكنها زهدت في ذلك ومن عائشة العلم والفضل ونشر السنة وغير ذلك ومن فاطمة رضي الله عنها التربية ولا أعظم من هذه التربية التربية في كنف النبوة ومن خديجة رضي الله عنها هذا العقل وهذه المؤساة وهذه الخصال وبهذا تجتمع يعني تجتمع النصوص نعم وتجتمع الفضائل طبعا هذه النساء سبحان الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومهات المؤمنين كالجواهر وكالدرر في كل واحدة منهم تميزنا بحقيقة خاصية جميلة ومؤازرة من جهة فخديجة رضي الله عنها حقيقة كسبت السبق في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شيء ننسى فلا ننسى لما نزل الوحي على خديجة أنا كنت أقول لك الآن تفضل هذه هي قضية مهمة الحقيقة نزول الوحي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ودخول النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة ونزول القرآن عليه له أمر يحتاج إلى من يقف بجواره من الإنس وما أصدق خديجة رضي الله عنها هي التي ضربت أروع مثال أن تقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني يقول علماء النفس أن الذي يصبر معك في المواقف لن تنسه فإذا كان زوجة فكان ذلك أعظم وأعظم كانت تموينه بالزاد وتموينه بالزاد إذا ذهب إلى الغار ولما أتى يعني يكفي الكلام الذي قال والله لا يخزيك الله أبداً هذا اليقين لا يخزيك الله أبداً إنك تصل الرحم وتقرع الضيف وتحمل الكلف وتعين على نوائب الحق فهذا الأمر تري النبي صلى الله عليه وسلم الطاقة الإيجابية أو تسمى الطاقة الإيجابية التي تكسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي وما كان منها إلا أن تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنصرنك حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وحورب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مثالاً عليه الصلاة والسلام مع خديجة للوفاء وكذلك خديجة معه للوفاء ثم أيضاً نظرنا إلى بيت النبوة يعني تأسس من بيت خديجة جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ورزقني الله منها ثم أيضاً نجد أنه طوال مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت نعمة سند الناصر له فإذا انتقلنا مباشرة إلى يعني الشعب حصار الشعب حصر المسلمون هذا يعني مواقف كثيرة جداً وكم ضحت رضي الله تعالى عنه ورضاها وفاتها كانت بعد الحصار بأشهر فما أدري أن تقفون هذا الوقف يا شيخ فخر الدين لا شك طبعاً بعد هذا الحصار وما وقع لها من الحدث العظيم الذي حتى أطلق عليه أهل السير بعامل حزن نعم طبعاً هذا إطلاق مشهور في السيرة وإن كان البعض لا يرتضيه لأنه في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد وهو صابر وراضي بأقدار الله لكن هو أطلق عليه هذا الإطلاق باعتبار ما وقع فيه من أحداث الجسام وكان من أعظمها فقد هذه المرأة العظيمة المواسية الصابرة فلذلك كان في ثنايا هذه الأحداث كانت الكرامة الكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رفع ليواسى في السماء في حدث الإسراء والمعراج فهذا يدل على أن الذي فقده هو شيء عظيم فلذلك كوفئة بأن جزي بهذه المكافأة العظيمة التي من أعظم الليالي للرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليلة القدر التي نزل فيها القرآن إذن مواساة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم كان بمالها في أول الدعوة وكان بجاهها وأيضا كيف كانت نعمة سند الناصر له في بيته هل من وقفات تربوية لإنساء المسلمين الشيخ يوسف والبنات الآن يعني الحياة النرجسية والاستقلالية يعني هل من إشارة في حدود دقيقة واحدة لأعظم الدروس التي نأخذها وقوف خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم بجاهها ومالها وخدمتها رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وخدمتها للدعوة وبذلها رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام ليدل أكبر دلالة على موقف المرأة المسلمة من زوجها المسلم وخاصة مع نبي الله عليه الصلاة والسلام كيف لا وهي ربما تنعم بالمال وقد ربيت في بيت غنى وبيت ثراء ومع ذلك يمنعها ذلك من أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمشاعرها وهذا يؤكد على قضية المشاعر التي كسبت بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاتها من يعني يستطيع يصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بل يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كخديجة رضي الله عنها رضي الله بل يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم عنها وما ذاك إلا لأنها لامست قلب النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه قضية مهمة مسألة أنه العاطفة هذه الزوجة التي لمست قلب النبي سلم كان لها المواقف الكثيرة في تسلية النسلم لذلك معرفت كيف تدخول إلى الرجل ما الذي يريده ما الذي يحتاجه وكل رجل له ربما احتياجات وربما أوقات أو ربما مواقف فربما تكون المرأة معه خاصة في مواقف الإحن والمحن وربما الكربات ربما بعض النساء لا تريد الرجل إلا في وقت الرخاء لا تريده في وقت الشدة لكن وقوف خديجة رضي الله عنه في وقت الشدة والله الأكبر مثال لنساء المؤمنين ونساء أمهات المؤمنين ولبناتنا وصغارنا إلى يوم الدين جزاك الله خير طبعا خديجة رضي الله تعالى عنه ورضاه كما ذكرنا الدروس معها كثيرة والمواقف جليلة يكفي أنها في حصار الشاب كما ذكر المشايخ كان حكيم الحزام وهي عمته كان يأتيها بالزاد خفية فكانت لا تستأثر بنفسها وإنما كانت تعطي من كان من المسلمين هناك وأيضا قبل أن نختم حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ورضاه في صيح مسلم عندما تقول ما غيرت على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة وإن كنت لم أدركها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول اذهبوا إلى صويحباتي خديجة قالت فقلت له يوم من الأيام خديجة خديجة كأنني أغضبته فقال إني رزقت حبها نقطة إني رزقت حبها يعني لمسة هنا أن عبر عن الحب بشيء من الرزق هذا معنى فريد يعني غريب إذن الحب جزء من الرزق قد يرزقك الله عز وجل بحب من تحب وهذا من الرزق بل هو من أعظم الرزق الذي لا يدركه كثير من الناس وفي الختام مدرسة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لكل أسرة مسلمة أن تبادر للخيرات وأن تسعى في أساس السعادة الزوجية وأن يكون هناك احترام متبادل بينها وبين زوجها وأن تستشعر معنا السكن الذي أمر الله عز وجل به في البيت في الختام لا يسعنا إلا أن نجمع من ثمار هذه السيرة العطرة والشمائل النظرة ما نقيم به حياتنا ونصلح به أحوالنا عازمين على إقامة صروح مجتمعاتنا كذلك والرفع من شأن أمتنا بإصلاح هذه الأسر اللبنات الأولى وإلى لقاء متجدد مع علم آخر من علام المعظمين وسيرة أخرى من سير السابقين شاكرا باسمكم أخي فضيلة الشيخ فخر الدين الزبير وأخي فضيلة الشيخ يوسف عبد الله الباحوث ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مدسنا إلى الدنى وغيوث رحمته أسال وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال كالكون زينه الهلال